اشتركوا في القناة لكابتن إبراهيم يعني الحمد لله الحالة كلها يعني مش عايزة أقول ما في المية فيه وفاق على الكابتن حسام سواء جماليا أو إعلاميا أو حتى لعيبة الكورة والمدربين لا الحمد لله في حالة يعني شاف أن في حالة حب وحالة وفاق وحالة يعني سكة وتفاقل بتواجد الكابتن حسام إن شاء الله أتمنى أنها تستمر يعني الفترة اللي جاية وهتستمر إن شاء الله بالنتائج وبالروح اللي موجودة عند الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وشوفنا النهار دا للتصريحات وشوفنا النهار دا المؤتمر الصحفي وإن شاء الله يعني الحالة دي تبدل مستمرة ويعني شوفنا مناجدة الكابتن حسام وكابتن إبراهيم وهم بيتكلموا أتمنى أن يعني كده كده هو رجل متأكد إن الجماهير مسنداء ومدعناك وورا طبعا والجماهير يعني طبعا يعني الكابتن حسام وكابتن إبراهيم يعني بيحظوا يعني بحب وصيقة واحترام للجماهير المصرية من مختلف انتماءاتها بقى في أي نادي عارفين إن هما يعني قدوا كتير جدا لمنتخب مصر ودي حاجة يعني يعني عجبتني فهم جدا النهار دا في المؤتمر الصحفي إن هو رغم التاريخي اللي هو عمل وسواء في الأندية أهل زمالك منتخب مصر لكن أنا لسه عندي دين كتير لمصر أنا نفسي قدي يعني عندي حقوق كتير لسه لمنتخب مصر أقدمها فدي حاجة يعني الوفاء دا ما بقاش موجود في أي حد فإن شاء الله يعني ربنا هيكرمهم بسبب يعني حالة الحب دي وحالة الإصرار دي وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى حاجة كويسة لمنتخب مصر ويرجع تاني منتخب مصر اللي احنا كنا متعودين عليه وإن حقق بطولات وتحدثنا بطولة قم أفريكا يعني اللي من 2010 ما حقق ناشل مع الجهاز الفني الجديد ومع اللعبة الكبيرة اللي موجودة في منتخب مصر ومع الجهاز الفني الموجود إن شاء الله ينوصل لأفضل مستوى وأفضل نتائج وربنا يكرب لجيب إذن الله هو عارف إنه هو أصد تحدي كبير جدا وهو لما كان النهاردة بيتكلم يعني اتكلم كتير جدا جدا في مسألة الدعم دي قال لك آه أنا لما بنزل الشارع بشوف الناس وبشوف الناس قد إيه كانت يعني مراهنة علي وعايزاني كاسم وأنا واخويا وكذا بس استوقفني إنه وقف هو عند نقطة الدعم دي كتير قوي هل هو الآن من لقدر الله لو محقاش نتائج يقابل هجوم كبير مثلا أو شرس مصر يعني هو طبعا يعني عارف أهمية الإعلام وعارف دور الإعلام في الدعم يعني سواء للمنتخب أو للعيبة أو الجهاز الفني وممكن الإعلام يبقى داعم بإيجابية وممكن يبقى حاجة سلبية على المنتخب وعلى اللعيب ذات نفسه فهو عارف طبعا أهمية الإعلام عارف مثلا الإعلام ممكن يعني يعني يحفز اللعيبة يحفز الجهاز إنهما لا يقدر الله تعرضوا لأي مثلا نتيجة سلبية في أي مطش ممكن المطش التاني بعد كده يعود زي ما شفنا في بطولة أم أفريقيا مع كارلوس كروش المنتخب أول مطش وقع بعد كده المنتخب أدى نتائج كويسة ووصل للنهائي مع الكابتن حسن شحاتة النسي يعني والكابتن محمود الجاري في 98 تحديدا هو كان يتكلم عنها ساعة تكريمه في حفل الأساطير في بطولة أم أفريقيا في كوتوفوار إنه هو كان الناس يعني ما كانش عندها يعني تفاقل بالمنتخب أول لكن مع أول فوز ومع أول نتيجة ومع أول ظهور كويس للمنتخب الإعلام بدأ يساند والجمهير بدأت يساند فهو عارف أهمية الإعلام لكن إن شاء الله يعني الناس مركزة عايزة يعمل حاجة عجيين عندهم يعني شفنا النهاردة كلامهم على رأي الكابتن حسن أبراهيم الكلام طالع من القلب فهوصل للناس بسهولة وهو ده طبيعتهم يعني ده طبيعتهم طبعا التلقائية وأن هما يعني ما بيتجملوش الكلام أو ما بيعرفوش يجملو الكلام هما بيتكلموا بتلقائية وبيتكلموا يعني وبتحدي لو تلاحظ يعني لما قالك الكبير هيفضل كبير طبعا هو يعني هو طبعا يعني الراجل رغم زي ما قولت حدك يعني فيه لعيبة مع احترام اليوم طبعا كيه واخد بطولتين أو ثلاثة ويطلع يقول أنا أقدمت كتير لمصر وأنا مش عارف عايز إيه من مصر لكن يعني كابتن حسن وكابتن أبراهيم تاريخ من البطولات سواء في الأهل إزا مالك في أي نادي لعب وليبيا وعملين يعني لي يعني شكل ومنظر في المنتخب برضو رغم التاريخ الكبير ده صعدوا كاس عالم رجل كان جايب بهدف تسعين هو الموصل للمنتخب لكاس العالم أم أفريقيا هدف البطولة 2006 وهو رغم أنه 40 سنة وبيشيل كاس أم أفريقيا وعنده إصراره عزيمة ويبقى موجود في المرعب لآخر دقيقة برغم التاريخ ده كله والتنين عندهم يقول لك لسه عندنا دور وطني لمصر عايزين ندي لمصر إحنا يعني جايين عشان نفرح الشعب المصري جايين عشان يعني نحقق نتائج مع منتخب مصر فدي حاجة يعني أعتقد يعني ما بقتش موجودة أوي في عند بعض اللعيبة أو عند بعض المدربين كل يعني حتة الغرور أو الآن دي بتصيب يعني لعيبة معينة أو مدربين معينين لما بيعملوا نتائج فدي حاجة كويسة مش موجودة في أي حد زي الكابتن حسام وكابتن إبراهيم هيستغلوا الروح دي طبعا وحتة الروح دي حسام مع المنتخب تحضيرهم مع اللعيبة هتفرق جدا في المطشاط وقبل المطشاط الصعبة يعني مهما كان الأجنبي اللي موجود مش هيبقى بنفس الروح والحماس 100% زي المدرب المصري وخاصة أنه هو من نوعية الكابتن حسام وإبراهيم حسان وقبل كده الكابتن محمود الجهري وكابتن حسن شحاته فإن شاء الله بإذن الله يعني أنا متفائل خير الشارع كله متفائل خير بتواجد الكابتن حسام وكابتن إبراهيم وشاف أنه اختيار موفق جدا وإن شاء الله عندهم بطولة في شهر 3 بطولة ودية لكن هم مستعدين وجهزين واللعيبة طبعا هيبقى تواقف ده واللعيبة معظم اللعيبة موجودة جهزين ومستعدين طبعا يعني طبعا لما تدخلي على منافسة صعبة الموجودة في الأول مثلا بتلعب المطشرة بتبقى بشكل تدريجي في المستوى الغتا ما تعرف تعرف على اللعيبة من أورو هو عارف اللعيبة طبعا عارفهم يعني بيقابلهم في الدور المصري وكان المدرب في الدور المصري فعارف مستوى اللعيبة كلها وعارف يعني كل لعيب بيعمل بزبط وميزات وإجابات وإيه لكن طبعا أي مدرب تاني بيفضل طبعا أن هو يجي بياخد مطشرة تدريجية يلعب مثلا مطش أو مطشين في أول معسكر من التصنيف التالت مثلا أو تصنيف التاني في أفريقيا لو يقدر يزبط فيه بعض الأمور خاصة أن ده أول معسكر للمنتخب داخل على مطش صعب من إزلاندا لو كسبنا هنلاعب الفايز من تونس وكرواتيا فمغيهتين صعبين جدا لكن الكابتن حسامو برأي يعني جاهزين زمالت حضرك وخلاص يعني أنت في اختبار رسمي والنهاردة أو يعني من ساعة تولي المهمة رسميا تم الحديث معا عن البطولة وقال خلاص أدم ما فيش يعني خلاص أنتوا تفاقطوا على البطولة دي وفي عقود وفي التزامات أنا ملتزم ومستعدين وهنجهز البطولة وبدأوا فعلا من ساعة ما تم الإعلان تاني يوم على طول تم تجهيز البطولة وده أكبر دليل على روح التحدي لجواه هو أخو بس بمناسبة العقود وبمناسبة أنهما مضوا العقود يعني أنا قلت يمكن في الإنترو أنهما يعني قال لك إيه ما فيش حاجة اسمها طرف أول وطرف تاني وأنهما قال لك أنا ما فيش شروط جزائية فيش شروط إحنا مش هنتشرط على بلدنا دي حقيقة عايزك تقول لي بقى الكواليس يعني قل لي اللي أنا ما قلتوش لا يعني ده حصل فعلا يعني هو كابتن حسام أو كابتن برايما المسؤولة عن حتة الإدارية قوي في العقود والحاجات دي فهو ما بيتكلموا فاللي هو فيه معناها أنا بعمل عقد مع مصر مش بعمل عقد مع التحدي القرى بعمل عقد مع مصر حلوة جملة دي اه ففيه معناها لك أنا مش هتشرط على على مصر يعني حتى المقابل المد اللي يعني اللي خاده للكابتن حسام مع احترامي طبعا لا يتناسب طبعا مع اسمه وقيمة كابتن حسام لكن يعني لو هنقرنه بمداربين موجودين قبل كده لمنتخب مصر لقى كابتن حسام يستاهل اكتر من كده فده دليل انه هو الراجل الجاي هدفه منتخب مصر مش هدفه انه هو يعمل حاجة مالية او مكاسب مالية لا هدفه منتخب مصر وهدفه انه هو يعني سعيد طبعا بالتجربة ويعمل انجاز دي ولمنتخب مصر ويحق حاجة لي وحاجة البلد ويحق حلم هو كان يعني زي ما احنا على اتأخر اكتر من 12 او يعني من 12 او 15 سنة كان يعني مفهود الكابتن حسام كان بقى موجود من 2015 وفاكر قبل كوبر هو تحس انه هو يعني ما صدق هو تحس انه فعلا حلم وحققه طبعا انا بغطي اتحاد الكورة من سنة 2008 يعني من 2015 تحديدا لجاهة 2023 اسم الكابتن حسام في الفترة دي كلها بقى من ضمن الاسامي المرشحة وبيتم الحديث معاه وبيبقى اسمه من الناس المرشحة فبيحصل بعض الامور او ظروف الخارجة فبالتالي بيتم تأجيل التفاوض او التعاقد معاه فالحمد لله يعني جات يعني جات بعد فترة طويلة جدا ان شاء الله يعني طبعا ده نصيبه ده قدر ربنا فان شاء الله يعني يقدر يحقق اللي هو عايزه مع منتخب مصر والناس كلها يا متفاعلات اتحاد الكورة يعني هيوفر له وموفر له كل حاجة وان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى حاجة كويسة ويحقق المجاحات اللي الناس كلها مستنيها هو مستنيها ان شاء الله هو زي ما انت قلت هو مجيء وتأخر بس احنا كمان الكاز دي متأخر علينا يبقى لها كتير قوي يعني الكاز 14 سنة اه طبعا يعني انت بتتكلم تتولى غايبة من سنين طويلة قوي يعني اللي عايز اقوله بس ان ممكن اه فيه ناس كتيرة جدا وجمهور كبير جدا من كل النوعيات والفئات مقتنع جدا جدا باسم حسام وابراهيم حسن دي حقيقة لكن فيه ليه تحس شوية قلق كده على الناس يعني الجهاز المعاون للكابتن حسان ليه فيه كده شوية قلق يعني الكابتن طرق سيمان يعني يعني الراجل موجود مع الكابتن حسان من سنين فعنده خبرة وخبرة كبيرة كده واشتغل فترة من فترة مدير فني فاسم كبير محمد عبواحد يعني كان نجم من نجوم نادي زمالك ومنتخب مصر ومنتخبات الناشين والاولمبي وراجل احترق بره وبيتطور نفسه من فترة للتانية واشتغل المدير فني اعتقد في عندية القسم التاني فاسم كويس محمد عبواحد ما فيش اي خلاف عليه حتى لما تم الاعلان عن اسمه يعني كل التعليقات الحمد لله كلها كانت جاية ايجابية على اسم محمد عبواحد يعني مش جايب حد قوله لا لعيب دولي لعيب لعيب في نادي الزمالك وكان نجم من نجوم نادي الزمالك والترسانة حق بطولات مع نادي الزمالك اللغة شوية على كابتن سعفان لا منتخب برضو كابتن سعفان مع اسمي برضو اسم كبير في نادي اسماعيل لا مجو نتكلم على الاسم الكبير احنا منتكلم على الاسلوب او الاتتيودي خالص يعني الراجل يعني بص صعب شوية لا خالص بص يعني فالرأي بين التواجد في النادي والتواجد في منتخب مصر فكابتن سعفان طبعا كان حارس مرمى كبير جدا في الاسماعيلي فأكيد طبعا عارف حجم وأهمية تواجده في منتخب مصر مع وجود الكابتن إبراهيم والكابتن حسام أعتقد الدنيا هتبقى فيها نظام طبعا وفيها الالتزام والنهاردة يعني شفنا المؤتمر الحمد لله خرج بصورة مويزة جدا وصورة كويسة جدا الناس كلها ملتزمة كل واحد عارف دوره بيعمل ايه في الجهاز كل الناس كانت موجودة الناس كلها ملتزمة طبعا كابتن سعفان شفنا الدور الفترة اللي فاتت يعني مش هادر أقول لي انه هو مثلا يعني كان بيحصل مشاكل اه كان بيحصل مشاكل وازمات كان في بعض الأوقات هو بيبقى مخطط فيها في بعض الأوقات هو بيتعرض لضغوط خارجية طبعا فالأمور دي كلها يعني أمور عادي وردة في أي مكان لكن التواجده في منتخب مصر واختيار الكابتن حسام والكابتن إبراهيملي فأكيد طبعا حاجة كويسة وحاجة موزة ليه وفهارجع وقوله في الأول في الآخر اسم الكابتن سعفان لأ مدرب كبير ومدرب يعني لعب في نادر اسماعيلي وكان أحد نجوم نادر اسماعيلي في عصرار الزهبي وإن شاء الله يعني مع الكابتن طرر سيماني وكابتن محمد عبواحد في وجود التوأم يعني أعتقد الدنيا هتبقى يعني متزبطة ومشيبقى فيه أي أزمات إن شاء الله فيه التزام وفيه نظام الكابتن إبراهيم المسؤول عن الحاجات دي كلها مع الكابتن حسام فالدنيا يعني ما فيش أي مشكلة إن شاء الله احنا قلنا طالما احنا وراه وبندعمه كابتن حسام احنا بالتالي وراه أي قرار أو أي اسم هو يختاره احنا برضو هندعمه للآخر احنا معك للآخر يا كابتن حسام كابتن حزم إمام مجاش النهار ده ليه هو الكابتن حزم إمام والله عنده كورونا تحلف لي لأنه هو تعرض يعني أنا أعزر الكابتن حزم إمام كابتن حزم إمام من الناس المحترمة جدا والناس الشطرة جدا والناس اللي قدمت كتير جدا في اتحاد وقرأ الفترة اللي فاتت وقدمت كتير جدا في ملف المدير الفني لمنتخب مصر لما تعايدنا مع فتوريا والناس كلها طلعت قالت بقى الله برافض واختيار مميز الراجل تولى الملف وقال أنا مسؤولية ملف المنتخب الأول معايا فأنا المسؤول عنه يعني فيه سوق حظ في بتوتهم أفريقيا المنتخب محلفوش التوفيق فالناس كلها قالت لك اختيار فياشر من الكابتن حزم إمام فالكابتن حزم يعني موجود مع المنتخب يعني بقاله يعني سنة ونص أو من ساعة ما تم التعاقد مع الجهاز الفني اللي السابق كانت برويك فيتوريا ما بيتأخرش عن أي حاجة المنتخب كل أي مشكلة أو أي أزمة كان بتصدر يبقى موجود له وبيحلها مع الأستاذ خالد رندري برضو كان يابر استحادل كان مسؤول أو موجود في موظم سفريات واللوح المشهول والأستاذ جمال علام كابتن حزم أي يعني أنا شايف أنه مظلوم يعني يعني حتى بعد ما رجعنا من كتب ور كلنا أخذنا دور برد يعني بسبب تغيير الجو وراجعته لكن هو نفسيا طبعا هو نفسيا تعرض لحملة شرسة جدا يعني كابتن حزم من الحياة من الناس المظلومة يعني شايف أنه ما بخلش بحاجة عن المنتخب كان عايزي طبعا يقدم حاجة كويسة جدا لمصر والمنتخب مصر والاتحاد الكورة ما حلفوش التوفيق فالناس كان يعني النغض كان لازع قوي وكان فيه خروج عن النص يعني الكابتن حزم نجم نادي زمالك ومنتخب مصر أكيد اسم جدير يعني ناجل الكابتن حمد أمام فمع احترامي يعني أنا يعني في حاجات مش هايين فأكلم في لك أنه الكابتن حزم مظلوم جدا جدا حصل اتصال بينه من الكابتن حسام حسن أول من ثلاث يامه وبرك له على المنصب وإن شاء الله احنا في ظاهرك وإحنا معاك النهار ده حتى بعد المؤتمر نزله بوست على انستجرام احنا عرضنا لإنه فلو فيه أي حاجة يعني طبعا يعني ما كانش ينزل حاجة وما كانش تتكلم مع الكابتن حسام كابتن حسام يا طبعا عارف حزم أمام الاتنين كانوا زمال في الملعب وبيحب على المستشخص طبعا بيحب حزمام حزمام من ناس المحترمة جدا ومن ناس الشاطرة جدا ومن ناس الأمين بس غيابه وزعل ولا تعب بس تعب وزعل من الهجوم اللي تعرضه للفترة اللي فاتت تعب وزعل يعني زعل من السوشيال ميديا ومن الجماهير وفيه كلام كتير طلع يعني بصورة لا زعل شوية لكن كابتن حزمام أكبر ويعني كابتن حزم في غنى عن الحاجات دي كلها يعني أعتقد أنه تعرض لحملة يعني فيه جزء منها ومنهن؟ طبعا يعني أعتقد وفيه ناس يعني اللي هو بقى حتة اللي بقى حتة الأهلي والزمالك ده أهلاوي لا ده زمالكاوي فده طبعا غلط أتمنى أن السوشيال ميديا يعني اتراعي حاجة زي كده ما يترمش حاجة غلط على شخصيات كبيرة زي كابتن حزم مثلا أو أي شخصية تانية آه يعني أتمنى دونة هيدا الفترة جاية والكابتن حزم مظلوم وأكيد في وقت من الوقت هيتطلع يتكلم وهيوضح الحقيقة دي كلها إن شاء الله المعسكر الجاي إمتى؟ هل بالفعل بدأ التواصل مع المحترفين بتوعنا ولا لأ؟ نعرف الإجابات من الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي للمنتخب الوطني بعد الفصل برحب حضراتكم مرة تانية برحب المنصق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد مراد أهلا بيك تاني مرة يا محمد المعسكر اللي جاي إمتى؟ سفر إمتى إن شاء الله يمكن الإمارات؟ لسا الحاجات دي بيتم التنصير ياه ويتم الإعلام خلال ساعات إن شاء الله على تفصيل المعسكر لكن المعسكر من 18 ل 26 مارس ده التوقف الرسمي أو الأجنتة الدولية الرسمية هيبه فيه مطشين زي مردت حضرك مع مصر ونيوزولندا وتونس وكرواتيا اللي هيكسب من مصر ونيوزولندا هيقابل هيواجه الفائز يا كرواتيا يا تونس حلوة البداية قدام نيوزولندا برده طبعا مطش كويس لكن الكرة في العالم بدت يعني خلاص تتغير معاتش فيه بقى زي الزمان وشوفنا في أفريقيا هم أفريقيا خير يعني خير ومسائل يعني الناس كانوا يعني كانوا رايحين مش عارف كاف بردي ومزنبيك ونمابيا ومش عارف نمابيا تتعادل مع تونس ومزنبيك تتعادل مع كان فيه مفاجآت احنا كنا عمالين نقول مين هتصدر المجموعة احنا ولا غانا اه ده انا بنتكلم في كده يعني غانا خرجت خلاص الكرة في العالم كله بدأت تتغير معاتش بقى فيه فرق يعني كبيرة وفرق صغيرة والفرق الشاسع اللي كنا بنشوفه زمان لو كل فرق مثلا فرقة ممكن تدخل تكسب فرقة تاني ستة وسبعة وثمانية لا خلاص الحاجات دي بقت خريطة تغيرت كل الفرق بتتطور الدورة تبقى في الإمارات طبعا شاف انها تجربة كويسة وتجربة كويسة وتجربة صعبة طبعا للجهاز الفني في أول بداية لهم لسه لكن إن شاء الله يعني هيتم التجهيز أو بدأت تجهيز زي ما قلت حدك في الأول خالص بدأت تجهيز البطولة بدأت يتفرغوا على ماتشات المنتخب نيوزلندا والمنتخبات كلها حلو إن البداية كمان ودية هو المخوض إنه فيه قرع تمت وخلاص يعني تم الاتفاق على الماتشات بالشكل ده بطولة صعبة لكن هيبقى بعد كده بقى التجربة الرسمية أو الماتشات الرسمية في شهر ستة ماتش بوركينة فاسو وغانية الاستوائية ماتشين طبعا صعبين مع المنافسين الأقوية بقى لك في البطولة أو في المجموعة على المتصدر اللي هيصعد لكس العالم فتبقى برضو كماتشين صعبين لك إن شاء الله يعني جاز فني يعني جاهز وتجربة طبعا تبقى صعبة مستعدة لكن إن شاء الله ناس مستعدية وعارفة كل طبعا الماتشين زي دول مهمين في خطوتك لنحو الصعود لكس العالم فبإذن الله هيبقى حاجة كويسة بإذن الله هل تم التواصل مع المحترفين اتمنتوا على محمد صلاح خاصة إنه بعد يعني آخر إصابة لي مع المنتخب ماتش غانة ما زهرش لحد دلوقتي ولا ماتش مع ليفربول اتمنتوا عليه كابتن حسام كلمه هيكلمه هيبقى فيه الصلاح طبعا الفترة اللي جاية وزي ما اشت معنا النهاردة في المؤتمر كان فيها أسئلة كتير على صلاح وكابتن حسام هيعمل لي مع صلاح فقالك طبعا صلاح لعيب كبير جديد ولعيب مبدع وبيتكلم بإجابة عن صلاح طبعا وده حاجة طبيعية من نجم كبير لنجم كبير طبعا مفيش الحزان للناس يعني فاكرها يعني عايز أقول للناس الناس بتركز بس في التعليقات السربية محدش بيركز في التصريحات الإجابية يعني مثلا أنا أفتكر أن فيه تصريح إجابي لكابتن حسام وتصريحات إجابية جدا لكابتن حسام على اختيار على محمد صلاح وأنه يعني ما بيجي يختار أو بيتكلم على أفضل لعيبة في تاريخ مصر يحط محمد صلاح في التشكيلة دي فده أكيد أن العلاقة طبعا علاقة كويسة بين الاتنين حتى لو هو بينتقدوا للصلاح العام محمد صلاح لعيب كبير طبعا يعني مش هيركز في حاجات زيدي وعارف دوره كلعيب فإن شاء الله يبقى فيه تصلاة الفتر اللي جاية وإن شاء الله يبقى صلاح يرجع وأم حاجة نتمنى له طبعا السلامة وده دليل برضو كورد على الناس المشككة ها طبعا كبير تهم أن صلاح هيهرب من المنتخب في قوم أفريقيا ما فيش حاجة من دي خالص صلاح لعيب كبير جدا ولعيب مؤثر ولعيب يعني عقلية الحقيقة فزة ولعيب متواضع رغم النجومية والعالمية اللي فيها صلاح طبعا لكن كنت بتتعامل معاه محمد وشوفت أكيد يعني العيب من اللعيب المتواضعين جدا يعني لو لعيبة تاني مكانه أو حاجة زي كده يعني كان ممكن مش هتعامل بالتواضع اللي فيها صلاح بيسمع لأي حاجة يعني بأي حد بيتكلم بيتكلم بتواضع بيسمع لو فيها أي حاجة إيجابية يعني لا يعني ربنا يكرمه والحمد لله يعني مثلا أنا أقول لك وإحنا خرجين من الفندق مرة الجماهير أو الجالية الموجودة هناك سواء مصرية أو كوتفوار أو الجاليات الأفريقية اللي موجودة كان بيوقف يستنوا صلاح وإحنا طلعين من الفندق فبينادوا على صلاح صلاح يعني ماشي الحمد لله الحمد لله اللي هو يعني 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 بيوجه رسالة يعني دي نعمة من عند رجلنا عارف قيمة الناس وقيمة الناس اللي بتحبهم بشوفه الحمد لله الحمد لله ما تغرش يعني لا لأ طبعا ما تغرش لا صلاح لا حتة تانية طيب أنا عايزة برضو لسه عايزة أسألك والعلاقة بينه بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم أنا بقولك من دلوقتي وكابتن إبراهيم قالها النهاردة في المؤتمر إن صلاح مع كابتن حسام هيبقى عارج يعني هيقدم مسؤولات أفضل وأفضل مع منتخب مصر وأنا براهن على الكلام ده مع كابتن إبراهيم إن شاء الله صلاح يبقى يبقى حاجة كبيرة جدا مع منتخب مصر كاس مصر إن شاء الله هيتلعب في المملكة العربية السعودية النهائي يوم تمانية مارس إن شاء الله في أي تفاصيل خاصة تغييرات في الجدول أكيد صح لأنه مباراة قدمت كده خمسة أيام هو كان 13 مارس عشان 13 مارس هيبقى في رمضان فتم تقديم المعادل يوم تمانية مارس المارس إذا ما إحنا عارفين الفايز الجوائز يعني 350 ألف للبطل ومية للوصيف زائد 100 ألف دولار لكل فريق مشاركة يعني 450 ومية بخلاف الـ 2 مليون دولار اللي خدهم هيخدهم من الاتحاد القرى فشايف إن ده رقم كويس جدا بخلاف لكل فريق ليه 60 فرد و60 فرد وطيارة خاصة فده رقم كويس جدا إن أنت بتسواء منتج يعني كاس مصر يعني دخلها في ما يعادل 4.5 مليون دولار فإن أنت تبيع ماش أهلي وزمالك 4.5 مليون دولار يعني لو هنضرب الرقم العادي اللي هو الأربعة في الـ 2.30 يعني دخلها في 150 مليون و160 مليون فده رقم كويس تتكلم عن أقدم بطولة صح؟ طبعا أقدم بطولة فده رقم كويس لما تجيبي رقم يعني تسواءي ماش الأهلي وزمالك برقم زي ده فده حاجة كويسة جدا ده حاجة بتأكد لك إن المنتج المصري أو الأهلي والزمالك طبعا في أي مكان في الخليج أو في الدول العربية بيحظى بثقة واحترام وجماهرية كبيرة جدا شفنا الإمارات يعني خادت السوبر مصري ودورة السوبر الربعية وكانت عايزة تاخد مرش الأهلي وزمالك كاس مصر كان فيه عروض من بعض الدول العربية برضو وفيه بعض العروض من الدول برأة أجنبية لكن تم يعني السعودية المرش يبقى موجود فده حاجة كويسة جدا وحاجة تفتح لك باب لتسويق مدشاتك ودخل للقرى المصرية سواء اتحاد القرى أو رابط الأندقة أو النادين الأهلي والزمالك فده حاجة كويسة وإن شاء الله يعني هيتم ترح التذاكر يعني خلال أيام وهناك جالية مصرية كبيرة جدا موجودة في الرياض وإن شاء الله يبقى مطش يخرج بصورة طريق باسم الأهلي والزمالك والقرى المصرية إن شاء الله يا رب إن شاء الله آخر حاجة رمضان صبح هيروح الزمالك ولا لأ يعني طبعا إحنا بقلنا الثلاث سنين رمضان صبح راح الزمالك التفاوط بواز أنا بقى يعني بنسبة كبيرة رمضان صبح على طريقة عبدالله السعيد هيكون موجود بنسبة كبيرة في الزمالك في الفترة اللي جاية رمضان صبح من العيبة الكبيرة جدا جدا ولعيبة من العيبة المميزة جدا وماكسب طبعا لنادي الزمالك كلنا عارفين طبعا إن ملف عودوته لنادي الأهلي من الوسيط من اللي ماشي في الصفقة عشان تتم عبدالله السعيد فعلا يعني بص يعني في فترة من الفترات كان فيه تفاوض يعني بين كابتر رمضان وكان قبل كده أمير مرتضى من صورة أهم كان موجود والمفاوضات ما تمتش بسبب أن نادي برامس كان طالب مبالغ معينة فالصفقة فالصفقة توقفت لكن المرة دي في وجود المجلس الحالي الحالي اللي بحييها على إنهاء الأزمات اللي بتواجه إنهاء الأزمات الكريد تحديدا فبحييهم على حل ملف ضخم وملف كبير زي ده لأ وتعاقد مشكلة المشاكل طبعا وتعاقدهم مع العيبة كبيرة جدا عبدالله السعيد وأحمد حمدي للأولاء إن أنا شايف لو تقلق وركز هيبقى لعيبة من اللعبة الكبار جدا أنا أحمد حمدي لعيبة كبير جدا ناصر مهر يعني رغم إنه غير موفق بس تصاب أحمد حمدي يا محمد لا لو ركز الفترة اللي جاء أنا أحمد حمدي لو ركز وتواجد وظهر وأدى بمستوى أحمد حمدي من اللعبة اللي عندها إمكانات كبيرة جدا ويبقى أضاف النادي الزمالك لما يرجع من الإصابة طبعا ناصر مهر رغم إنه أنا مختلف مع أفضل صحته لكن طبعا العيب كبير وأتمنى التوفيق وقولي ده في الأورو في الآخر بيصب المصلحة الكورة المصرية النادي الزمالك يرجع تاني بقوته اللي احنا عارفينها مع الأهلي مع برامز مع الأندالك اللي موجودة فإن شاء الله يبقى دوري مميز وفي الأول في الآخر بيصب في النهاية لمصلحة منتخب مصر أنا بشكرك شكرا جزيلا بشكرك يا سامو وسعيد بنا موجود معك وألف مبروك مرة تانية بناك شكرا وربنا يوفاقك يا رب يا مساعد بشكركوا مشاهدينا بكرا إن شاء الله حلقة جديدة بعد منتصف الليل خليكم مع الكلاسك